قتل 15 شخصا في مدينة مراكش بالمغرب إثر تفجيرا استهدف منطقة سياحية ومن بين الضحايا 10 سياح جانب وأفادت مصادر رسمية مغربية أن انتحاريا انفجر نفسه في مقهى شهير في ساحة جامع الفنى في مراكش واعتبرت الرباط وباريس التفجير عملا إرهابيا وزير الداخلية المغربي طيب الشرقاوي تفقد مكان الانفشار وقال ليعلم هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي الإرهابي بأن يد العدالة ستطلهم فرنسا من شهتها أدانة العمل الإرهابي واعتبرته استهدافا لها فقال الناطق باسم وزارة المغتربين بيرنار فاليغوف نحن متأكدون من شيء واحد لقد مرت أيام وأسابيع لم نتلقى فيها أي تهديدات وهذا تهديد محدد تجاه الفرنسيين مصادر الطبية أشارت إلى أن حالة بعض المصابين بالخطيرة ويعتبر هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ هجمات الدار البيضاء التي نفذها متشددون إسلاميون عام 2003 وأدت إلى مقتل 33 شخصا موسيقى موسيقى موسيقى